اشتركوا في القناة اهتمام ودعم جلالته اللامحدود لكافة المناسبات الدينية على اختلاف مذاهبها وعباداتها وأكد الشيخ خالد بن خليفة أن نجاح موسم عاشراء هذه السنة بما حمله من ظروف وإجراءات احترازية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الملكية الأبوية المستدامة لأبناء وطنه الأوفياء ومكارم جلالته السخية مدعومة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقيادته باقتدار لدفة فريق البحرين في مكافحة الجائحة وتعاون أجهزة الحكومة الموقرة ومجلس الأوقاف الجعثرية ورؤساء المآتم وفرق العمل الميدانية من المتطوعين للخروج بموسم عاشراء استثنائي وشدد الشيخ خالد بن خليفة الخليفة على أن موسم عاشراء هذا العام قد ترجم الروح البحرينية الأصيلة المحبة للتسامح والتعايش بسلام ووئام مع جميع مكونات المجتمع مواصلا بذلك ريادة مملكة البحرين إقليميا وعالميا في مجال تعزيز مبادئ الحريات الدينية وتقبل الآخر بصدر رحب وأخوة قل نظيرها على مستوى العالم كما عكس جوهر دين الإسلامي السمح في احترام التعددية المذهبية وقيم الإنسانية النبيلة ترجمة نانسي قنقر